في هذا الفيديو سأشارك معكم برنامج رائع جداً لتسريع الألعاب لجميع الأجهزة كمبيوتر، لابتوب، والجميع نسخ الويندوز سلام عليكم شبابكم يا حاكم شاء الله ديما تكونوا أعرف خير معكم أخوكم و أحمد جعلتكم اليوم بمقطع ستوري سنتوري جديد مقطع اليوم جماعة الخير سأشارك معكم برنامج أكثر من رائع لتسريع الويندوز تسريع الجهاز على جميع الألعاب لجميع نسخ الويندوز 7, 8, 10, 11 برنامج رائع جداً برنامج من شركة ريزر ريزر كورتكس برنامج ممتاز جداً بماكنك أنك تسريع الألعاب بيطفي بعض الخيارات و أهم الخيارات اللي بيشوفها هو أنه بتأثر على أداء الألعاب بالسلب عشان يعطيك أفضل وأقصى أداء لجهازك على جميع الألعاب محاكيات حتى إذا بدك تسريع الويندوز ترح تستفاد من البرنامج هذا وقبل نبليز محضر خير عكتر من شغل اللي حطوها أولاً يومين ما نزلنا أي مقطع بسبب مشاكل في الانترنت يعني انقطع عني النت نهائياً فما قدرت للأسف أني أنزلكم مقاطع ليومين وكمان في مشكلة عندي في الإضاءة لسا ما قدرت أحصل إضاءة اللي بتضوي هون على الجهة اليمنى اللي هي يسرى ولكن أنتو بتشوفوها يمنى فعشان ما كتير كتير إخوان نما قد تشاركوا في القناة يشتركوا في القناة الله يسعد لكم يا رب زي ما شوفوا قد لكم على هاي الصورة أغلب نسبة لي شاهدوا القناة للأسف مش شاركوا في القناة يعني بيشاهدوا بصد المقاطع وبروحنا ما بيشاركوا فالله يسعد لكم يا رب أتمنوا تشاركوا في القناة فعلاً زر زرت ودخلوا الإشعارة على الكل أول شيء رح سووه تنزل الوصف الفيديو في أول تعليق متبت وتضغط على الرابط تابع معي الخطوات بالتفصيل تنزل لآخر شيء تحميل البرنامج هون تاخدوك الصفحة الموالية نستنى هون بعض التواني حتى تمر كي تمر التواني بنقول للرابط جاهز ياخدنا للصفحة الموالية نقول له هون فري داونلود حجم البرنامج صغير جداً 7.8 فكمان فيه أداة يعني موجودة معاه هون زين بيشوفون يا إخوان برنامج RC لتسريع الألعاب نجداز كود الكابتش هذا هذا الكود نجدازه هون نستنى مر هذا العداد اي نافدة من البطقة فتحت هون يا إخوان آسف مرة تاني على هين وفي الموقع عارف انها مزعجة كتير ولكن اتحملونا الله يسديكم رح تحمل البرنامج مرة واحدة بس ففتحة اي نافدة هون او هون تقدر تسكرها عبر علامة الاكس مرة تاني بحكي انه هذا الموقع مش إلي يا إخوان كتير ناس بتشكي منه ولكن انا برفع عليه ملفاتي هو مش إلي ومشان اللي بتحكم في الاعلانات اللي بتظهر هون يا إخوان موقعي الوحيد هو هذا يا إخوان هذا هو موقعي ما فيه اي نافدة من البطقة وما رح تلقوها ابدا على هذا الموقع اللي فيه فيديو هاتي هون المهم رح نقول له create download link لما بيمر العداد بتم تجهيز الرابط تواني بسيطة نتأكد من حجم الملف لما نحمل click here to download هيو 7.76 ميجا بايت فنتأكد من الحجم عشان ما نروح نحمل ملف تاني نقول له start download وخلاص بيتم التحميل نتأكد من حجم الملف عشان ما نروح نحمل برنامج داني اوكي لما بنحمله بنقول له extract here استخراج بعدها بندخل بنلاقي ملفين اول خيار وخوطه رح سويها تضغط هون على system restore point ننشأ نخط السعادة زي ما بنسوي دايما نختار هون local disk السيلي عليها النظام بنقول له configure هون نختار اول خيار turn on system protection نخليها هون 6% بنقول له apply بنقول له OK بعدها create ورح نسمي نقطة السعادة مثلا فبس فبس بوست على سبيل المثال فبس بوست عشان ننشئ نقطة السعادة اذا في اي شيء ما عجبنا بعد ما سوينا الخطوات وبعد ما تبذنا البرنامج نقدر نرجع لجهازنا كيف كان قبل ما نسوي اي خطوة على الجهاز اوكي بتم انشاء نقطة السعادة حاليا خطوة مهمة جدا نسويها دايما قبل ما نسوي اي خيارة مش متأكد منه على جهازك سوي نقطة السعادة بنقوله اوكي وخلص اوكي بعدها اخوان نرجع ونضغط على البرنامج رايزر كورتكس من الشركة المشهورة الرائدة في مجال يعني بتبيع اكسسوارات للكمبيوتر شركة رايزر يعني ما بتحتاج انه نعرف عنها او اي تعريف المهم بنقوله انستول هون اخوان خلص هون بنقوله اسكيب ان كونتينيو اوكي نستنى هون حتى يخلص هون بيحمل بعض الملفات لسه هون فبتيستنىه وتخليه حتى يخلص اوكي لما بيخلص كونجراتوليشن خلص تثبيت البرنامج راح نقوله get started عشان يفتح معانا برنامج رايزر كورتكس زي ما حكينا هي شركة تخصصها ملحقات الكمبيوتر كيبوردات موسات اكتير شغلات يخوان تقدر تشحن منها يعني للالعاب ما بتحتاج انه نعرف عنها شركة رايزر تقدر هون يخوان تسجل عبر حسابك مثلا تقوله حسابك على جوجل او فيسبوك يسحسن تسجل عبر حسابك على جوجل تضغط هون ياخذك للحساب خلص ترقائيا راح يرجعك مرة تانية هون بيقولك انه خلص احنا يعني already عاملوا اللوغين فرح يرجعك لأيقونة البرنامج خلص هون راح نقوله skip هون اوكي اخوان هون عنا عالمة الترس هاي هون تضغط عليها وتقدر هون تغير اللغة تخليها انجليزية وتختار اي لغة بدك اياها هون عدنا my library المكتب الخاصة بيا راح تلاقي الالعاب اللي متبتها انت على جهازك راح تلاقيها موجودة هون عندك مثلا اي لعبة عندك فورتنايت بوب جي المهم جميع الالعاب الخاصة بيك راح تظهر قدامك هون هاي القائمة هادا المكان هون عندنا زي ما حكينا كل الالعاب جميع تقدر تشغلها من هون الالعاب المتبتة اذا بدك تخلي هون لعبة مفضلة وهون ستيم العابك المتبتة على ستيم حتى اذا كان عندك بتلاقيه ظاهر قدامك هون احنا راح نمر للخطوات اللي بتهمنا البرنامج حكيت عنه وشرحته قبل اكتر من سنة تقريبا ولكن صراحة البرنامج بيستاهل انه اتكلم عنه مرة تانية ان جيم هون سيبنا من هاي الخيارات اخوان راح نروح عن خيار جيم بوستر زي ما حكينا الخيار اللي بيهمنا احنا جيم بوستر هون زي ما حكينا البرنامج بيطفيه لك الخيارات اللي بتأثر على اداء الالعاب عندك بالسلب فبيقولك انك تطفي هاي الخيارات عشان تستفد من افضل اداء لجهازك على الالعاب بيعطيك هون اوتو بوست هون بتخليها اوتو تلقائيا بيعلمك على الخيارات هون ولكن احنا راح نيجي نعلم هون ونضيف بعض الخيارات تابعوا معاي الشرح وسووا الخطوات زي ما راح اسويها انا بالضبط انابل سي بيو كور هون زي ما بيشوفون يخوان هون بيقولك انه تخلي الاسي بيو يركز على البرنامج الخاصة بالالعاب يركز على الالعاب مش على اشي تاني غير الالعاب لما تكون بتلعب كمان بيفضلك الرامات هون عندنا البرنامج هون زي ما تشوفون يخوان بالنسبة للبرنامج هون تقدر تيجي هون واي بروسس هون شغال تقدر بدك اياه انه يشتغل حتى لو انت بتلعب هذا البرنامج بدي اياه يشتغل فتقدر تشيل عنه علامة الصح زي جوجل كرو مثلا فبدي اياه يشتغل حتى لما بكون بلعب فرح اشيل عنه علامة الصح هون تيجي تشوف انت اي برنامج هون واعلم عليها انت بتعرف يعني البرنامج برنامج ما بتعرف وتقدر تخليه ولكن البرنامج زي الخلفية المتحركة بارك انترول اه ادوبي هاي البرامج انا ما بديش اياه تشغل في الخلفية فرح اجي وطفيها هون بقوله انه طفي لي كل هاي الخيارات عشان حالياً ما بلعب بصور فإذا عشرت مثلاً على Streamlabs Desktop فراح يطفي عندي التصوير فاشلت عنها علامة الصح هون على Service Service بنصحك أنك ما تلعب فيها أبداً خلي Service زي ما هي عشان ما يسبب لك راشات على الويندوز فالService خليها زي ما هي بالنسبة للخيار هذا Non-Windows Service الخيارات اللي ما لها علاقة بالويندوز مثلاً بيقول لك زي خارجة زي AMD Nvidia كمان فتقدر أتوقفها أو تخليها بصحك خيارات كارت الشاشة خليها شغالة حتى على الخلفية لما بتخلص تأشعر على جميع الخيارات اللي بالدقية بتقول له هون Boost Now هون خلص زي ما يشوفون Related Memory 150 ميجا بايت فضالك مساحة على الرامات كل الخيارات هيتم عمل إلها Optimize و Boost عشان زي ما حكينا نحصل على أفضل وأقصى أداء لجهازنا على الألعاب خلص عنا خيار تاني System Booster System Booster رح نيجي هون بنلاقي Application Junk Finds ملفات الجنك الخاصة بالتطبيقات Games كمان Junk Files Registry System النظام كمان Recycle Bin Download Files Browser Junk Files فنخلي الخيارات هاي recommended وبنقول له Scan هون عشان يشوف لنا ملفات الجنك الملفات الغير ضرورية واللي متسبب مشاكل الكراشات واللاق على الألعاب نفضيها كلها لما بيخلص بيعطيك هون المساحة 9.50 جيجا بايت فحبيبه والله 22 ملف بتقول له Clean خلاص عشان يفضي كل هاي الملفات لا تخاف ما رح يحذف لك ملفات مهمة للنظام او اي شي رح يؤثر على جهازك بالسلب لا تخافوا يخوان سووا بس الخيارات زي ما سويتها انا ولا تلعب في اي شي انت مش عارف شو هو خلاص عنا هون Speed Up هاي الخيارات كمان خليها زي ما هي Recommended وقول له Optimize كمان هاي الخيارات لا تلعب في اي شي انت مش عارف شو هو خليه ما تلعب فيه ابدا Defrag بالنسبة لخيارة Defrag تقدر تعمل Defrag للعبة نفسها تضغط عليها وبتقول له Defrag ولكن اللعبة عندي موجودة على SSD فما بتحتاج انه يتم عمل إلها إلغاء تجزئة ولكن انت إذا اللعبة عندك موجودة على HDD تأشر عليها وبتقول له Scan و Defrag اوكي خلاص ما في اي شي مهم يا اخوان كتير هون بيعطيك معلومات كاملة مفصلة عن جهازك البروسيسور اللوحة الأوم الرامات كل معلومات جهازك بتلاقيها هون بالتفصيل الممل كل اي قطعة على جهازك رح تحصل على معلومات عنها على المعالج التريدز الكاش كل المعلومات الخاصة بالمعالج الرامات المدربورد رح تلاقيها هون خلاص بالنسبة لبقية هاي الخيارات اخوان ما في اي شي مهم بالنسبة لنا بس زي ما حكينا نسوو الخيارات بالنسبة هون للGame Booster والSystem Booster كمان سوو هاي الخيارات زي ما سويتها بالضبط وان شاء الله تحصلون على افضل واقصى اداء لجهازك مع الالعاب البرنامج من شركة ريزر زي ما حكينا هون هاي الخيارات اخوان انت بدك تشتري اي شي هون على الريورز في كمان بيعطيك نقاط بعض النقاط بيعطيها اليك لما بتشتري او لما تكون حتى بتلعب لمدة اطول بتجمع بعض النقاط هون ورح تلاقيها موجودة هون عندك على هذا المكان احنا اللي همنا هو تسريع وتحسين اداء الالعاب البرنامج اكتر من ممتاز واكتر من رائع بصراحة يا اخوان انصح الكل ان يجرب هذا البرنامج زي ما عودتكم دايما اخوان ما راح اشارك معاكم اشي مش مهم على القناة وما راح يفيدكم اتمنى اخوان تكونوا اشتركوا في قناة اذا ما كنتم يشاركين فعلوا زر زر وخلوا اشعارة على الكل اللايك للفيديو زي ما حكيت لكم عشان بيين تشروع نختار هون نقطة للسعادة هي هاي اخوان بلقول لون نكست خلص فنش راح يرسط الجهاز ويرجع كل شيء زي ما كان قبل ما تسوي اي خطوة اذا بتستخدم برنامج حماية طفيه قبل ما يعني تعمل سيستيم ريستور عشان لما بدك ترجع النظام برنامج الحماية احيانا بيمنع نقطة للسعادة انه يرجع جهازك كيف ما كان قبل خلص اخوان ماذا الشيء غير ودعكم علامة ان شاء الله اشتركوا في مقطع وفيديو وسنطوري قادم سلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة